أهلا بكم مشاهدين بينما أزق بايدن الانتخابي والمخاوف من وصول اليمين المتطرف في فرنسا إلى السلطة تظل محادثات وقفة لاق النار في غزة في طليعة اهتمامات الصحف التي اعتبرت أن مواصلة إسرائيل حربها على القطاع أحدثت انقصامات سياسية ضخمة على مستوى العالم كما أثرت سلبا على حملة بايدن الانتخابية موقع بلونبرغ الأمريكية أشار إلى أن تجاوز بعض الخلافات المتعلقة بالاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة هو أبلغ إشارة حتى الآن إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة وأضاف أن التغييرات التي ترأت خلال المحادثات أمس أعطت أملا بإمكانية توصل إسرائيل وحماس إلى صفقة لوقف إطلاق النار ولو مؤقتا في غزة كما أشار إلى أن المساعي الدبلوماسية تأتي في وقت تسببت فيه الحرب على غزة باضطرابات في الشرق الأوسط وانقسامات سياسية ضخمة على مستوى العالم كما أنها أثرت في حملة بايدن الانتخابية صحيفة لوموند الفرنسية دعت في افتتاحيتها إلى وقف المشروع الاستطاني في الضفة الغربية مشيرة إلى أنه في ظل موصلة إسرائيل الاستلاء على أراضي الفلسطينيين وغياب ردود فعل من الدول التي تدعي الدفاع عن حل دولتين تتبدد فرص السلام وأضافت أن العمليات الإسرائيلية المتتالية في الاستلاء على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة هي خطة مدروسة لجعل الاستطان أمرا واقعا لسيما أنه منذ وصول الاتلاف اليمني المتطرف إلى السلطة في إسرائيل تضاعفت عمليات سرقة الأراضي الفلسطينية في محاولة لتنفيذ مشروع الوزير المتطرف سيموتريش الاستطاني وأضافت الصحيفة أن التوترات في الضفة الغربية والحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة من شأنها أن تقضي على أي أمل بالسلام في ملف الرئاسة الأمريكية وعلى ضوء الشكوك التي خلفتها المناظرة الأسبوع الماضي بشأن قدرة بايدن على الفوز بولاية جديدة استعرض بيتر بيكر في صحيفة نيويورك تايمز أصداء المقابلة التي أجرها الرئيس الأمريكي أمس مع شبكة ABC News واعتبر بيكر أنه بالنسبة إلى بايدن الذي بدى مصرا على مواصلة حملته الانتخابية فإن الأزمة التي أثارها العديد من الديمقراطيين بعد المناظرة ليست سوى عقبة أخرى يجب التغلب عليها كما كان يفعل دائما وضاف أنه على الرغم من أنه لم ينظر إلى أداء بايدن في المقابلة على أنه كارثي كما كان في مناظرته أمام ترامب فإنه لم يتمكن من تبديد مخاوف بعض أنصار الحزب الديمقراطي وفي حين أشار الكاتب إلى أن عشرات المشرعين الديمقراطيين الذين جرى الاتصال بهم بعد المقابلة أبدوا شكوكهم في القدرة أو في قدرة بايدن على هزيمة ترامب في هذه المرحلة وأضاف أن البيت الأبيض يدرك أن المقابلة واحدة لن تكون كافية لتصحي الأزمة التي أحاطت بالمناظرة لكن بايدن يأمل أن تساعد إطلالته في بناء الثقة من جديد صحيفة Wall Street Journal توقفت عند فوز مرشح إصلاحي بالرئاسة الإيرانية للمرة الأولى منذ عقدين مشيرة إلى أن الخوف من وصول مرشح المحافظين سعيد جليلي أدى إلى زيادة الإقبال على التصويت لصالح مسعود بزشكيان واعتبرت أن انتخاب بزشكيان يحسن من صورة إيران على المستوى الدولي وينبء بتراجع حدة التهديدات لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ونقلت عن محللين أن مرونة بزشكيان هي السبب وراء بقائه في الصباق وفوزه إذ قدم نهجا مختلفا تماما في التعامل مع الصعوبات التي تواجهه إيران على عكس سعيد جليلي الذي كان يرفض الدعوات لإحياء الاتفاق النووي وتعهد بتجاوز القيود وتوسيع تجارة مع روسيا على صعيد آخر وعشية الدورة الثانية من الانتخابات التشرعية الفرنسية دعت كارين فوتو في موقع ميديا بارت الفرنسي إلى تحكيم ضمائرهم وعدم التصويت لليمين المتطرف المتمثل في حزب التجمع الوطني واعتبرت أن حزب التجمع الوطني سيحظى بأغلبية مطلقة غدا ما لم تتصد له جبهة واسعة من الناخبين المتمثكين بالقيمة الديمقراطية والإنسانية وأضافت أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى مكافحة العنصرية وقطع الطريق أمام النصر الحتمي لحزب التجمع الوطني فذلك من خلال التصويت للمرشح الذي يمكنه التغلب عليه ورأت أن أخطاء اليسار أعطت فرصة لليمين المتطرف في أسوأ لحظة في تاريخ فرنسا وأن على كل ناخب أن يسأل نفسه ما إذا كان مستعدا لدعم حزب عنصري ومعادن للمجتمع والأقليات ومناهض للبيئة ومدمر للخدمات العامة والحريات ومبادئ فرنسا